سلامكم اخوتي كديري لابس اليكم بخير تكونوا شعلا كلكم بخير والأخير تدوش على صوتي وحتي شوية مريض بالرغم من ذلك إن شاء الله واحد الفيديو اللي غادي يكون مهم مهم ومهم بالزاف باكم تفرجوا فيه من الأول حتى للأخر هذا الفيديو هذا يكون خاص بالدعم ديال البوطة بخاصة البوطة اللي في أوائل ديال الفين أوربا وعشرين قالوا أنه غادي يزيدوا فيها واحد عشرة ديال الدرام يعني ماشي دابا شهر ربعة ربعة اللي هو أبريل حتى تدوش إن شاء الله تلتشهر عادك الثاعة غادي يزيد فيها عشرة درام اللي جيت نبصركم به وحد خبر لي واحد شوي ثيئ أنها عشرة درام ما غادي تبقاش تثاين حتى الأبريل لا غادي يزيد من اليوم من الأول ديال رف العام من الأول ديال الثانة الجديدة غادي تزيد عشرة ديال الدرام وهنا غنشوفوا الحيتيات ديال هذه القضية كاملة ونشوفوا الطبقة المتوسطة والطبقة الكادية كما نسميها أناية الطبقة اللي ما عندهاش مسكينة وعاد غنشوفوا هنا تصنيف دياله الأفراد يعني هذا الدعم هذا مشا مكون أنه غادي يتاجه للأثر يتاجه لائلات والأفراد لا المشكل ما فيهنا أن الأثر غادي تستافد من الدعم هذا ولكن الفرد بوحده ما غايت تستافد متى شي حاجة يعني الأثر غادي تستافد من من 500 درام اللي هي 10.000 ريال أما الفرد مسكين اللي عايشوا كاري بوحده مسكين ما غايت تستافد وبالزافة للأثر أنهم متكورين من جوج من ثلاثة لا تستافدوا لا تستافدوش يقول لي وهم يخصم أنهم يخلصوا بش أنهم يستافدوا متى قدية صحية خوت لا تنسوا من لايكات وبرتاج ديركم يلا ونبدأوا الفيديو يلي هذا أن الحكومة أو الدولة المغربية أنها أصدرت واحد الحملة استباقية وعطيت الدعم يعني في شهر 12 نحن في شهر واحد دير السنة الجديدة في شهر اللي فات أنه ما أعطيت الدعم للشعب المغربي بس أنها تدير واحد الحملة تصبيقية تتصبق لهم الدعم بس لا تزاد شي حاجة مهنا اللي بالدعم ما غي يخرجوش أنه في تسكاو يقول وراء ربوطة غالية الزيت غالي طحين غالي لأن هذه المواد الأثافية كلها غادية تزاد علاش لأنه في صدوق المقاثة ما غاديش يبقى وغي يولي الدعم المباشر يعني من الدولة للأثر المعوذة والأثر اللي ما عندهاش هنا كان السبب شنا هو بالنسبة للبوطة كان السبب أن الفلاحة اللي أنهم عندهم واحد الانتاج اللي هو ضخم والخاكي في ما كنا عرفوا إحنا الفلاحة كاملين كيخدموا بالبوطة كي ياخدوا ذيك البوطة مدعومة مع الدولة بحال شي مواطن عادي رب أثر ولكن هو رب الأثرة أو الأثرة الوحدة كتخدم جوش بوطات في الشر أو ثلاثة البوطة في الشر أما هذا الفلاح كي يستفد من تقريبا محضة ربعين أو خمسين بوطة وكي بشي شريها من الحانوت وهي فيها الدعم وهي مدعومة من طرف الدولة فهي تعملها وكي تعملها كي يطيب بها أو يشبد بها الماكين أو الأشياء لفلاح يخدم بها البوطة وهنا تجهد الحكومة باستدام الأثر بشكل فلاح يمشي يشري البوطة غالية بألفين وثلاثمائة أو ألفين وربعمائة أو شو التامل اللي غاد يولي في اللخر ليسثنان لأن هذه البوطة هذي غاد تتفاد في ظرف ثلاث ثانوات كل الثانة غاد تتفاد عشرة دية الدرام وحنا حاليا الثانة جديدة غاد تتفاد إن شاء الله عشرة دية الدرام غير هيك المقررة لأنها غاد يتتفاد في شهر الرابعة ولكن الحكومة دياننا بغاد تهلة فينا عشرة درام بحلواله دوز واحد اربع شهر او خمس شهر وزيدوا عشرة درام ثانية ما خطر ما كان هاد تزيده تكون ثانه بعد ثانه بعد ثانه هاد تقدره تزيده تزيده في عام او تزيده في شهر لما لا لان حكومة المفاجآت وصراحة كتفاجئنا باشياء جميلة وباشياء غير جميلة عارفيني عليش كان هادر مهم وهنايا اه نشوف الناف يعني المتضررين من هاد شي كامل ومثاكن شنو قد يوقع عليهم وكيف ما قلت في بداية ديالفيديو ان عدنا الطبقات لما عدنا المغرب المجتمع المغربي من قاسم ثلاثة طبقات الطبقة الغنية ادي كبوح ذا والطبقة الفقيرة مشي متوسطة لان جماعكم صراحة را ما كناش طبقة متوسطة هما كي احتبروا اي شخص كدخل واحد مبلغ مالي بلا ما نقولو قدروش حال راه طبقة متوسطة انا حاليا طبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة را لسقو على بعضياتهم لان لالفقير عيطلع عيوالي في طبقة متوسطة وردبا حاليا الطبقة المتوسطة غايهبط الارض غايهبطل الارض غايهبطل مع الطبقة السفلة يعني عيوالي بغي مش تشريغي في الاشتراك في الليل الارض غاقيه المعرفة ويجب ان يحصل على الصحين ولكن انا نقولو نقطة دائمة نقولو ما نشطه الدعم هذا ما عندنا ما ندلوه به يعني هذا الدعم لغايتفرنق على المغاربة كاملين كان اللي يتحط صندوق المقاثة ودرك الصندوق المقاثة هو اللي يواثن المشتريات للشعب المغربي لكي تكون ناقصات وزيت ناقص كل شيء ناقص أما عندما تعطي الدعم للمستحقين لا إلي الله محمد رسول الخوز أسعار ستبدأ طالعة ولكن بشرط هنا نوجه المراقبين للفلاة أنهم يدوروا والثقصيوا لأنه كان شخص من الحانوت ومن المخبازة أو كنين بثاف وأن الطمع يجعلين يوم وفي الأطلال تبعها مثلاً في درام وكيف نستخدمه درام فلو يستخدمه درام ومن ثم أفضل درام فلو يستخدمه درام يستخدمه درام وكيف سوف نشاهده سوف نخصص الفيديو خاص على التلفونات الذين يشعروا التلفونات حالياً 300 درام تزادة في التليفونات التليفون 30 أو 36 أو 40 أو 46 وكذلك أي تليفو كان بحثة من زادة 300 درام هنا بصراحة العبارة أن الطبقة المتوسطة لا تسوقهم نحن 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 الطبقة الفقيرة الكادية المسكنا التي لم يكن لديها حتى 10 ليلة حتى عندما لديه الويفي والصندلة الميكا سن ندعمه ولكن كما قلت أنها لا نتسوقها ستبقى مع المدة و لا أعلم أن تدعمها ستبقى مع المدة مع المدة ستهبط عن الطبقة التي يسميها الكادية و سمحوا لي على هذا المصطلح ستهبط إحدها الساعة سيقولون أنهم متساويين لا تبقى عن طبقة المتوسطة ستقولون لي الطبقة الغنية والطبقة الكادية يعني ما يقوّلوا الوسط لأنه كان الوسط واحد تثاوي مع التحت ولكن مع هذه الزيادات اللي غادي نشوفه إن شاء الله فاتفالة الجديدة الحمد لله، الحمد لله شتيتوا الدعم الحمد لله ربي و شكروب هذا لأنه ستتعاونوا به واحد شي شوية وخذ ذلك الدعم بالنسبة لي أنا يا معاندوا لاش يتعطل الأوثار ذلك الدعم كان عليه ضخ كامل في صندوق المقاثة مرغم من هذا شي كامل يدخل في الأول فيديو لأن الناس داخلين يستفدون فابور الأغنياء وصحاب الفلاحة وصحاب المخبازات يستفدون من هذا الدعم اللي غادي يخرج البوطة ولكن بالرغم من أنهم مدعموا الأوثار بشكل مباشر ولكن سوف نشوفوا السلع غادي بصريح العبارة أن الدولة المغربية أو الحكومة المغربية كانت تدخل أحد المبالغ التي هي ضخمة وكبيرة جدا في صندوق المقاثة لأن السلاع والمواد الغذائية كل شيء يرخص للشعب المغربي لذلك أنا حاليا نأتي لكم من النقطة الاقتصادية أخبركم نقطة الأولى كاملة التي تكلمت عنها هذه الفلوس التي كانت الدولة تدخل في صندوق المقاثة تشغيل ان تشغيل تدخل في الكثير من المغربية كثير منزل وكثير من المغربة أحد المقاثة الشعب المغربي وكيف تفض من أسعار في الأسواق ومتاجر وفي الكثير من الحوايج هذا الصندوق مثلا مئتين مليون اللي سنفعله في صندوق هذا هو رقم غير ما يرى كبار من هذا الرقم في صندوق المقافة يعني هذو كل الفلوس لماذا نشدو من ذلك الفلوس ونزيدو على الشعب المغربي في القدرة الشرائية في كل شيء ولكن ذلك الفلوس سنفعله بهم نحن واحد الاستثمار اللي غاد يدخل واحد العملة الصعبة ولا غاد يدخل واحد الفلوس اللي هي ضخمة اللي غان عاونوا بها الاقتصاد المغربي يعني بحل ذوك الفلوس اللي كانوا يحطوا في صندوق المقافة غاي شدوها غيدور بها واحد مشروع اللي هو كبير وذلك المشروع غيدخل الصندوق او غيدخل الدولة واحد المبالغ اللي هي ضخمة علش انا غان اعطي للشعب المغربي انه غادي يستفد من كل شيء علش انا دوك الفلوس اللي هنحطه تمتمة ما نمشيش ندير بهم واحد مشروع اللي يدخل على الدولة المغربية واحد الفائد ديال الفلوس او ما بين قوسين يدخل العملة الصعبة لاننا عارفين هنا العملة الصعبة على دخلات الدولة المغربية انها غا تستفد بزاف علش لان ذيك العملة الصعبة من اللي غا تدخل المغرب غا تلقى الثيولة المالية يعني ما غا يمشوش يصرفوا الفلوس المغربية بالدولار او بالأورو بشأنهم يتعاملوا مع الدول الأوروبية يعني ذيك المشروع اللي غا يدخل لك الفلوس الدولار او الفلوس ديال الدولار او الأورو العملة الصعبة غا تسهل عليك بزاف الحويض بشأنك تتعامل بشأنك تشري بيترول بشأنك تشري بزاف ديال الحويض اللي كيتشارو من دول أخرى يعني الاقتصاد المغربي غا تضخفي واحد مبالغ اللي هي ضخمة عوائد اللي هي ضخمة بأن يبقى داك الصندوق انه محططه ما كنا ندخله من نواله حنا كنا نخسروا الفلوس ماشي بحال لديك الفلوس داربناه مشروع ودخله بزاف ديال الفلوس دخله للدولة المغربية شوفوا الفكرة ولكن بالنسبة لي انا هالطريقة هذي اللي دارت احسن طريقة دارت بأن المغرب غا تستفد من داك المشروعات تخلي الفلوس والفقارة انهم تهم غادي يستفدوا من هالدعم هذا بالرغم كان بزاف ديالناس اللي ضد الدعم هذا لأنه غايولي واحد الغلاء اللي هو فاحش وغايولي الدولار وغايولي الفلوس انها داخل المغرب الاحساب هادشي كامل اللي كيندابع يعني المغرب غادي يستخلص من هاتشي واحد المبالغ اللي هي ضخمة اللي ستتعامل بها مع الدول الأوروبية واحد الحاجة انا نديم انك لاحظوها نمشو المحروقات او الغاز بصفة عامة المحروقات او الغاز هنا في المحروقات في المغرب كتتزاد لماذا؟ لأن الثوق العالمي تتزاد يعني كي يغالي المحروقات كتولي غالية ولكن النقطة الثوداء اللي كالقوة ان المحروقات اللي كاتهبط من الثوق العالمي ما كاتهبطش في المغرب كتبقى نفس السعر او كتنقص درام او جوج درام اما في أوروبا او ثوق العالمي كتنقص بعشرة درام كتنقص بالزاب كتطيح هنا في المغرب ما كتنقصش هادي شيء يخيف منه هي ان البوطن يزاد كل شهر كل عام و لكن من اللي غاد البوطن من اللي غاد ينقص من الثوق العالمي ما ينقص في المغرب غيبقى بالنسبة ثمان و هاو ثاني من اللي غايزة يطلع في أوروبا و هاو ثاني من الثوق العالمي غايزة يطلع و هاو ثاني و لكن لا يوجد ذلك النقص خاص ضروري تكون احنا كنمشيوا الاحساب البورثة طلعات كنطلعو هبطات كنطلعو هبطات كنطلعو الحاجة اللي كتطلعك تبقى بالنفس الثامان ديلا ما كتعاوز ها يدرون بحل الساعة زادوا الساعة بقاعد ذلك الساعة موهم ما لنا هذا الشي كامل اش كلي كان انهم مستفيد من هذا الشي كما قال رئيس الحكومة هما الشركات هما الشركات هما المستفيدين الواحدين يعني خاص ضروري هذا الشي كامل انه يدفت بشت الشركات ملايب غيو يشريوا ذلك البوطة غيو يشريوا تمان لكاين كيشيروا المغربة كاملين يعني علش ما تديرش واحد ضريبة على ذلك الشركات و تديرهم واحد القانون اش حركة تاخده من البوطة يعني هنا الفلاحة كرقفت بالشركات هما الفلاحة يصيبوا لفوكا و يصيبوا بشكل كبير لانه بشكل كبير بشكل كبير لانه بشكل كبير لانه بشكل كبير و نعطيهم واحد ضريبة و نعطيهم واحد ضربة يخلصها في العام و نجعل المغربات لانه بشكل كبير و هذا كان واحد الخيار من ضمن هذه الخيارات الكاملة و هناك جميع المحللين الاقتصاديين قالوا ان هذا الدعم الذي يضعه في صندوق المقاسة انه لا يخصوا شيء انها فكرة غالطة و غالطة بثاف لانه لا ندعموش الناس الافراد ندعموهم مباشرة و سيتقاموا لنا ارخص من ذلك الفلوس اللي ترحطو صدوق المقاسة اللي يستفدو منا الاغنياء و الفقارة هات الفكرة كانت فكرة صائبة اما كانت فكرة صائبة اتخليوا لي انتمو في الكومنتر انا عارف بثاف دي الناس في الكومنتر عندي انا كلي سخت على الوضعية كنقول شي كلام و سخت على الوضعية ما عرفت علاش بالرغمات كله رصالح دي الشعب المغربي ولكن هنا كيبقى دائما المتضرر الواحي هو الشخص اللي مستفدش هو الفرد اللي مستفدش هو الفرد اللي يتضمن الاثرة و اللي كينو مستفد احتشي حاجة من الدعم الاجتماعي المباشر كان اللي كيتشجل الخمسة دي الافراد كيستفد ضرب الاثرة كيشدك الفلوس وذكر بعض اشخاص اخرين ما عندهمش مساكن او كتلقى عند دور بعض البنات وخمسة البنات وحدة عنده 40 عام 30 عام 50 عام واتا وحدة ممجوجة يعني ذاك الاب واش غايفرقها مع ذاك ومع بناتو ما غايفرقاش مع بناتو غايفرقاش مع بناتو غايفر اخرجوا غير الدعم للبوطة وكان صرف عليكم الخوط لو ثلاثوا لات المرحلة من الفيديو متنسوناش من لايكات دلكم بارتاج ديالكم وان شاء الله فيديو الجاي هيكون حتى وان شاء الله بنفس المينوال وتعالوا لفراثكم متنسوناش الخوط من البارتاج ديال الفيديويات السلام عليكم